الحياة أحمد مجدي معايا وكان دايما يبقى متخصص في ضربات الجزاء في نادي زمالك أو دايما أنت عندك قدرة وبالناس البتاني بتروح على ضربات الجزاء وتميز فيها حتى في الوقت اللي قد نلعب فيه دايما لك لقطات في ضربات الجزاء عايز أعرب بقى الشخصية وتركيبة اللعب هو داخل على ضربات الجزاء زي الحمد لله بفضل الله ما دعناش هو ضربة الجزاء إلى الآن عايز أعرب يفكر في إيه تركيبته إيه إحنا عارفين نبقى مميزين فيها إزاي عايزك أنت تنقل لي التفكير في اللحظة دي بص هي أول حاجة عاوز أجرأة بالذات بالذات في وقت الضغط وعق الضغط فيه لعبة أنا بلعب بإسم المنتخب مصر فبالنسبة له ضربات الجزاء أنا ممكن أشير ليلة وده اللي بيحصل عامة غالبا يعني فأنت عاوز جرأة عاوزكم متمرن كواس جدا عليها وفيه طرق كتير لعبة ضربات الجزاء يعني الوقت بتاعنا ما كانش فيه قف على خط الجول الجون نفسه ما يوقفش على خط الجول فأنا من النوعية اللي كنت بلعبة على رجل الجون أنا من النوعية اللي كنت بلعبة على رجل الجون لأن لو جبت مثلا 90% 50% من الجوان لدي متحرك قبل الكورة لدي متحرك خطوتين قبل الكورة بيبدأ يروح بدري فأنا عندي وقفة قبل الكورة فبتخلي بعرف أشوف رجل الجون راحة فين وحطها في الناحة التانية وفيه ناس تقولك أنا أخش حط الكورة في زاوية زي زيزو زاوية عالية أو زاوية مميتة للجون مع سرعة الكورة وقوتها يعني زيزو بيحطها حسن مني بكتير طيب زيزو بقرار قبل ما يشطها ولا برضو بيلامح رجل الجون ولا هو داخل عارف هو بيحطها فين الأخيرة لعب على حركة رجل الجون لكن اللي بيحطها في المقصة دي دي محطوطة هو عارف ويرح حيطها فين لأن عمره ما هيستنى يبص على رجل الجون هيحطها في السماء يعني القرار لو تغير وانت بتحط الكورة يعني انت بالجون بتحرك بخطوة برجل أنا ببقى شايف أنا باش بص على الكورة بس بص على الجون فلو أنا الجون وقفلي سنة صغيرة ممكن تلاقي الكورة في السماء ليه؟ لأن الخطوة الأخيرة لازم ببص على الكورة زي لعيب كاميرون اللي حطها في الآخر دي متحرك ده الجون متحرك ده تكنيك متغير ده تكنيك متغير طيب برا خاطر اللي هو اللعيب الكاميرون لأنه أصلا هو وقف قريب جدا جدا لكي كان عزيزو وقير في مطشل الكاميرون ده تكنيك جديد غير اللي هو بلعبه لأنه خلي بالك ما يكون العيب متخصص في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي كله ده بتدرس يعني احنا يامنا ما كانش في حد بيدرس يقولك أحمد ده شوط إزاي أو كلام ده كله لكن دلوقتي محل أداء في إزازة وكلام الوقت آه ما اللي بقولك ما هو ده اللي بيحصل خلي بالك والعالم كله كده بالوقتي آه طبعا انت عندك محل أداء ده أحمد سيد زيزو دلوقتي النهاردة آه لو الناس لو في محل محترم هيجيب كمان كوره مع الزمالك مش مع المنتخب بس مع الزمالك هيبدأ يقولك أنه الراجل ده حط أخر مثلا ست سبع كور في المنطقة معينة الحتة دي فانت لازم الجون لا يشتغل هيشتغل الحتة دي يبدأ يشتغل الحتة دي النهاردة لو أحمد سيد زيزو فضل ليلعب باستمرار مع ضرارات الجزائي مع الزمالك وما انتخبوا هيدرس فلو ما غيرش التكنيك بتاعه أو عمل حاجة جديدة هيبدأ الناس تبقى خلاص حفظة أنه هو يحطها في المقص وخلي بالك مش دايما أنت برضو كلعيب مش دايما أنت أقوم موفق يعني الحتة اللي بحط فيها القورة دي عاوز تكنيك وعاوز تدريب كبير بطريقة كتيرة 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 عشان تحط القورة بالمنظر ده أصوان كمان بحطاش بوش رجل لحطها في بطن رجلو فأنت لازم تغير دايما اللي عجبني في مطش الكاميرا اللي هو غير التكنيك بتاعه فبدأ يشتغل لازم تعلم الاتنين تعلم خلي بالك اللي بتاعتنا احنا اللي هي بتاعت حركة الجن دي أصعب بمراحل بمراحل في الوقت الحالي كمان صعبة لأن الجن بيبضل وقف لك الآخر إيه ثانية فلو تحرك بدري هتتعاد هو كمان ممكن يلعب على رجلك الآخر لحظة ما هو ما ينفعش تحرك بدري عشان لو صداها هتتعاد فهو وقف لك وقف لك فالحتة دي دلوقتي نخش دلوقتي شوها عالقوة بقى يا كسر ثاني حتة القوة دي هي دي اللي تنفع دلوقتي لنت تحط القرى قوة فعله معين الجن صعب جدا أنه يمسكها أو حتى يحاول عليها سيأعز السمات شخصية برضو طبعا هدوء أحسن خلي بالك هضرب الجزاء بالذات في الضغط الضغط اللي احنا فيه ده وضربة الجزاء بجون بفورة يعني فانتعاوز ويحطها بالتكنيك ده وبالقوة دي ولكن هو مش هنا بقى معنا مش معنا أصلا يعني دماغه مش هنا مش مع المنتخب يعني مش مع الضغط ومنتخب وبتاعنا بلعب كرة لكننا بلعب في التمريد وده صح أي لعيب بلعب دراجة أو كرة ثابتة لازم يبقى عارف إنه هو هيحط كرة لجون يعني واصله هو داخل لشيط القرى إنه هيحطها جون مش لسه هشوفها هتروح ولا مش هتروح